القانونات الفرنسية صار حسن تدي للرعب بغجري للسيح بأي طريقة موسيقى 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 أهلاَ ارن وضعه موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان شخباركم أتمنى أن نكونوا كاملين في صحة وعفية كاملين بي خير ل PRO zoning معكم هشاما هوierung قناتكم الكرة المغربية مروا الآن الأهم عنوين حلقة اليوم القبض على عشرين جزائري أثناء محاولتهم التسلل لسبت المحتل ولو لا حيائي لطلبت من الدولة المغربية هذا الطلب معجزة ظهور ملائكة الجبال بعد الزلزال خمسة شروط لإرجاع العلاقات بين المملكة المغربية وباريس ماكرو الصغيرة أصبح في وضع لا يحسد عليها مع الفيديو قوة وتضامن المغرب في مواجهة زلزال الحوز تفاني الملك وتماسك الشعب سيربيا توجه صفعة قوية لفرنسا وتدافع عن المملكة المغربية وتلقي ماكرو درسا قاسيا غباء النظام العسكري الجزائري يورد كوركوزهم بن بطوش القضاء الإسباني يعيد فتح قدية بن بطوش وينتقي تأخرا رد الجزائري وبن بطوش أصبح ممنوع من الصفر إلى دول الاتحاد الأوروبية لو لا هذين شيئين لا اعترفت روسيا بمغربية الصحراء بصريح العبارة محلل يكشف اعتراف روسيا بمغربية الصحراء ضمن تعزية بوتن لضحايا الزلزال الخبر القنبل لهذا اليوم المملكة المغربية تدخل إلى مدينة القويرة وتشيد تكنة عسكرية ومسجدة وتقوم بتجهيز 3000 وحدة سكانية بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحية تسريبات خطيرة القبض على عشرين جزائري أثناء محاولتهم التسلل لسبت المحتلل ولولا حيائي لطلبت من الدولة المغربية هذا الطلب مرحبا بكم إخواني الكرام من جديدة تمكنت عناصر القوة العمومية من إفشال محاولة تسلل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين نحو مدينة السبت المحتل بينهم مهاجرين يحملون الجنسي الجزائري وقالت مصادر متطابقة أنه قد تم توقيف أزيد من ستين مهاجرا غير نظاميا يحملون عشرين منهم الجنسي الجزائري وآخرون مغاربة من بينهم قاصرين حاولوا تسلل مستغلين الضباب الكتيف بالمنطق أدوى كانت السلطة الإسبانية المختصة قالت إن تضفقت المهاجرين السريين على مدينة السبت المحتل بحرا بين الفاتح يناير الفاني وثلاثة وعشرين إلى غاية الرابع عشر ستنبر من نفس العامة قد تراجعت بنسبة ثلاثين بالمئة أقول لو لا استحياء من المملكة المغربية ومعرفة أن المملكة المغربية دولة مؤسسات تحترم نفسها وتحترم الإنسان قبل القانون لطلبت من المملكة المغربية أن تقبض على هؤلاء العشرين الجزائرية الذين دخلوا المملكة المغربية خلصة ومقايدتهم بالشابة المغربية التي تقبض عليه الجزائر والتي قامت بالحكم علي بستة أشهر حبسا نفدا والتي تحتجز حتى الآن جوتة المغربية الآخر الذي قتل غدرا من طرف حرث السواحل الجزائرية بأمرنا من تبون وشنقرح لكن ولعلم أن المملكة المغربية دولة مؤسسات السحي من التقدم بهذا الطلب معجزة ظهور ملائكة الجبال بعد الزلزال لم يلبسن ملابس من زر ولا شنيل قبل صعودهن الجبل ولا يخدعن لحصص تجميل من شد ونفخ ولا آتار لهوليوود سمايل ولا البورتوكس الفيلر على وجههن لم يسلطن عدسات هواتفهن نحو الأهل ولم يمارسن عليهم الألعاب الوقح والبليد حتى يحصلن على حفنة من اللايكات جنديات مغربيات يقومن بواجبهن المهني والإنسان بكل صمت حضن بصدق واحتضان بحب دون تصنع ولا زيف ولا بارجة إنهن ملائكة الجبال الذين ظهروا بعد الزلزال لا يقتصر الأمر فقط على الجنديات المغربية البواسل بل سأترككم الآن مع فيديو يدمي القلب وأتمنى منكم أن تتركوا لهم تعليق في التعليقات كعربوني شكر لهم على تضحية الجسام الذي قاموا به لإنقاذ إخوتنا في الحوزة إذن إخواني لا تنسوا تعليق في التعليقات لهذا الجندي الذي بكى رأفة بإخوانها في جبل الحوز فمن هذا المنبر أقدم لكم كل الشكر على التضحية التي قمتم بها تجاه الشعب المغربية لو لكم ما لقولتها وأكررها لكانت الكارتة مضعف خمسة شروط لإرجاع العلاقات بين المملكة المغربية وباريسة ماكرو صغيرة أصبح في وضع لا يحسد عليها أفد مصدر حكومي رسمي مغربية بأن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو للمغرب ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمج حسب ما أكدته أمس من خلال المنتدى وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولون قد أعلنت في حديثها لإحدى القنوات الإخبارية عن برمجة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إلى المملكة المغربية بدعوة من الملك محمد السادسة وعبر المصدر الحكومي الرسمي ذاته عن السغربي لكون كولون اتخذت هذه المبادرة أحادية الجنب ومنحت لنفسها حرية إصدار غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق تنائها وعرفت العلاقة المغربية الفرنسية مؤخرا توترا ظهرت بوادره ومؤشراتها إلى السطح ولعل أبرز مظاهر هذا التوتر قضية التأشيرات إذا عملت باريس على رفض طلبات التأشير المقدمة من طرف المغاربة بقنصرياته وبعد الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية يوم الثامن شتن برالجارية وخلف حوالي 3000 قتيل و1000 الجرحة بخمس أقاليم مغربية عرضت فرنسا تقديم مساعدات للمملكة المغربية لكن المملكة تجاهلت هذا العرض وتفاعلت مع عروض أخرى منها المقدمة من طرف إسباني وكانت صحيفة الجارديان البريطانية الدائعة الصيدة قالت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ميكروب حول استعمال المساعدات الإنسانية بعد الزلزال المميت الذي تركز في أعلى جبال الأطلس لتهدئة الأوضاع مع المغرب وأشارت ذات الصحيفة البريطانية الدائعة الصيدة إلى أن التوترات تساعدت بين البلدين حتى قبل وقوع الزلزال ولم يرسل المغرب سفيره إلى فرنسا منذ أشهر وألغ ميكرو عدة زيارات رسمية مقررة إلى الرباطة ولطالما ألقى الحكمة الاستعمالية الفرنسية على المغرب الذي استمر منذ العام 1912 إلى غاية 1956 بدلاله على العلاقات بين البلدين أما في رأيي فخمسة أسباب هي التي كفيلة بإرجاع العلاقات بين المملكة المغربية وفرنسا أولا تصريح وزيرات خارجية فرنسا أظهر بشكل واضح جدا بأن الرئاسة الفرنسية باتت في ورطة كبيرة لذلك فهي تناور بكل الطرق لإعادة العلاقات بين المملكة المغربية لإعادة العلاقات مع المملكة المغربية إلى حالتها العادي أثانيا المملكة المغربية حددت شروط إعادة العلاقات مع فرنسا بأن تصحها الرئاسة الفرنسية في شخص ماكرو أخطأه وتعلن عن موقف إيجابي وواضح في خدية الصحراء المغربية شبيه بالاعتراف الأمريكي والإسباني بالسيادة المغربية تالي تنة إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية أول أمس أن ماكرو سيزور المغرب بعد تحديد التاريخ من طرف السلطات المغربية والترد الرسمية الحكومية المغربية الذي ينفي برمجة أي زيارة لماكرو إلى المغرب يبين وبكل وضوح محنة الرئيس الفرنسي إيمانويل ميكروب لكن بالمقابل علينا ملاحظة أنه في الوقت الذي تطالب فيه الرئاسة الفرنسية من المملكة المغربية السماحة بزيارة للرئيس إيمانويل ميكروب في هذا التوقيت ليتوسل فيه الرئيس هوك تبون زيارة ماكرو في فرنسا وينتظر ترخيصا من ماكرو لتبون بزيارة فرنسا رابعا هذه المفارقة تبين قوة المملكة المغربية وضعف فرنسا وملحقتها الجزائر بات من الواضح أن ماكرو ارتكب أخطاء لن تعود معها العلاقات للمملكة المغربية وفرنسا إلى طبيعتها إلا بعد ذهاب ماكرو ومستشاريها الذين اختاروا النظام العسكرية الدكتاتورية العزوجة الجزائرية ولما شعروا ببداية انهيار الجمهورية الخامسة بسبب الجزائر يريدون الآن من المملكة المغربية أن تلعب دور المنقذ لفرنسا في إفريق خامسا التحالف مع النظام العسكرية الجزائرية أضاع على ميكروب وأضاع على فرنسا وجعلها ضعيفة في إفريقيا وداخل النظام الدولي سأضيف سادسا فمخاطبة ماكرو للمغاربة بشكل مباشر يعتبر إهانة للمملكة المغربية والشعب المغربية وتخط واضح لجلالة الملك محمد السادس أقول كما قلت يوم أمس إن أي خطاب على ماكرو أن يعلم هذا إن أي خطاب وعلى فرنسا وعلى جميع رؤساء العالم أي خطاب لا يبتدئ بالنخيدة الوطنية ولا يبتدئ بما قول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بشعبية العزيزة فهو مرفوض بصفة نهائية وعليها الاعتدار أولاً عما بضر منها من مخاطبة المغاربة بشكل مباشر مع الفيديو قوة وتضامن المغرب في مواجهة زلزال الحوزة تفاني الملك وتماسك الشعب السربيا توجه صفعة قوية لفرنسا وتدافع عن المملكة المغربية وتلقي ماكرو درساً قاسياً في خدم ما تقوم به فرنسا قد أبرزت المجلة السربيا الديبلوماسي أند كوميرسا في مقالها قوة والصمود المغرب بالإضافة إلى حكمة في التعامل مع آتار الزلزال الذي ضرب الحوزة وعدة مناطق أخرى في المملكة المغربي وفي مقال بعنوان المغرب ينهض بعد الزلزال الحوزة أشرت المجلة الشهرية إلى أنه بفضل رؤية وجهود ملك البلاد وبفضل التضامن والسخاء التابت الذي أبداه شعبها تمكن المغرب من الصمود والتصدي للتحديات والتجارب بقوة وحكمة وعزمة مما يعكس قوته وقدرته على التعامل مع الأزمات بشكل فائل وقامت المجلة في نسختها الإلكترونية بتسليل الضوء على الرعاية السامية التي قام بها صاحب الجلال الملك محمد السادس للدحايا الحوزة وقد ناقش المقال بالتفصيل سلسلة التدابير التي أمر بها جلالتها والتي استادفت تنفيذها بأقصى سرعة وكفاءة ممكنتين بهدف مساعدة الأسر والمواطنين المتضررين وقد تم التركيز بشكل خاص على تنفيذ تدابير إعادة التأهيل وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية والتي كانت تعتبر من الأحداث غير المسبوقة من نوعها ووفقا للمجلة ديبلوماسي أند كوميرسا أكد جلالة الملك تعاطفه مع شعبها بعد زيارته للجرح وترأس في الرابع عشر ستنبر اجتماع عمل في القصر الملكي بالرباطة لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين ورعاية الفئات الأكثر تضررا جراء زلزال الحوزة وبحسب نيكولا كاتب المقالة يعتبر المغرب بلدا فريدا أدهل العالم وألهمه من خلال صوت شعبه الموحد خلال كأس العالم الماضي وختمت المجلة بالقول إن الكوارك لا يمكن أن تفرق بين الشعب المغربية الذي يعد تعريفا داتيا للتضامن على غرار ما حدث خلال كأس العالم والوحدة التي أظهره الشعب المغربية في تلك الفضرة إن هذا المقالة السربية يعد ضربة قاسية لن تنساها فرنسا في حياته هذا الإعلام الفرنسي الذي حاول بكل جيد تبخيس ما قام به الشعب المغربية الذي حاول إنقاذ إخوته المغرب والذي قدم الغالي والنفيس من أجل مساعدة إخوانه في محنتهما أرد الصحافة السربية يعد درسا قاسيا في أخلاق مينة الصحافة للفرنسيين هؤلاء الفرنسيين الذي سأترك لكم فيديو سيعبر عن كل ما أريد قولها لأنه يلخص قيمة وندلة وخصة الإعلام الفرنسية السلام عليكم واسغدين نقول لكم واحد الانفورمانسيون دابان طاغازا غدين نلقى واحد القانات الفرنسية صار حسن تدير للرعب بغا جريه للسيح بأي طريقة وقفوا على فرنسيين وقالوا لهم ما يتدفروا لا ينتجي شيء نسعي شي النغمال قد ضربوا السياحة إلى البلاد ونسعي شي من السياحة وغير مرات الشخص السلطة تقف على هذا الشيء أي واحد يصوت السوء يقفوا ويسمعوا ما يقول المثال لأن الزلزال بارتو رديو مهنة وغدا في فرنسا وبعد البطاريان ويغادا فنيتو لماذا إنسان يريد شوشاره ومعبش نوم حال الفينو دي الموندو سنزان قدر الله ما شاء أفعل الحمد لله الحمد لله على كل غير معد الله الحمد لله هذا الشخص إنسان وقف عليه ومنين شفنا وقفنا حدا ما بغاش يدوي تنسناهم دابا يهضره ما بغاش يهضره نهائيا غباء النطام العسكرية الجزائرية يورد كوركوزهم بن بطوشة القضاء الإسباني يعيد فتح قدية بن بطوشة وينتقي تأخرا رد الجزائرية وبن بطوش أصبح ممنوع من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبية أعاد القضاء الإسباني من جديد التحقيق في قدية تزوير الوتائق المرتبطة بالدخول غير الشرعي لإبراهيم الخيسة إلى إسباني وتشجيله بجواز صفر جزائري مزور تحت إسم محمد بن بطوش لمتابعة العلاج في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو في هذا الإطار أمر القاضي رفائيل لاصل رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في ساراكوستر بإعادة متابعة الملفة وفتح القضية من جديد بعد أن توجهت النيابة الخاصة بطلب كتابي معلل في الأمر وتضمن الطلبة المذكورة استخدام محام النيابة العامة أنطول حججاً أساسية تتمتل في التأخرة المستمرة من جانب الجزائر في الرد على الإنابة القدائية التي نفذتها المحكمة المذكورة منذ حوالي عاماً وفي سياق متصل أشهد المنتدى الكانارية الصحروي في بيان نتوفر على نسخة منها بقرار القاضي الإسباني إعادة فتح التحقيق في ملف زعيم الصندلية إبراهيم الخيسة وصفاً حجة الانابة الخاصة في الطلبة التي وجهت إلى رئيس المحكمة بالمنطقي وأضف بيان المنتدى أن الجزائر لها صوابق في تجاهل الانابات القدائية التي أرسلت إليها من المحكمة الوطنية الإسبانية فيما يتعلق بالقضية التي كانت مفتوحة منذ سنوات في هذه الحالة بشأن جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والاعتقال غير القانونية التي أتهم بها إبراهيم الخيسة وغيره من قادة الصندلي جذر بالذكر أن إبراهيم الخيس زعيم جباة الصندلية الانفصالية كان قد دخل إلى إسبانيا بطريقة سرية وغير قانونية للاستشفاء ما نتج عنه أزمة ديبلوماسية وسياسية بين المغرب وإسبانيا في ذلك الوقت أظن أن ما تقوم به إسبانيا الآن هو محاولة لذياع الكابراناتا حيث أن إسبانيا وبعد أن يأست من عودة العلاقات بينها وبين الجزائر التي تعنت رغم خسارتها لمليارات الدولارات بسبب قطعها للعلاقات مع إسبانيا وقطعها التبادلات التجارية الآن إسبانيا تمر لمرحلة الغدب من خلال إدخال قضية بن بطوش في موضوع الجزائر وإسبانيا الآن وبعد أن قامت الجزائر بغباء بعدم الرد عن الإنابة القدائية أصبح الآن بن بطوش لا يستطيع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبية وإن سفر سيشجن لا محال لو لا هذين الشيئين لا اعترفت روسيا بمغربية الصحراء بصريح العبارة محلل يكشف اعتراف روسيا بمغربية الصحراء ضمن تعزية بوتن لضحايا الزلزالة سبق وأن قدم الرئيس فلاديمير بوتن تعزية لملك المملكة المغربية محمد السادس في ضحايا الزلزالة المدمرة وجاء في برقية الرئيس فلاديمير بوتن وفق بيال الكريملين أرجو أن تتقبل تعازين بدحايا الزلزالة المدمرة الذي ضرب المناطق الوسطى أكرر المناطق الوسطى في البلاد روسيا تقف إلى جانب الشعب المغربية نعبر عن كامل دعمنا ومواسطين إلى عائلتي وأصدقاء الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي عبدالصمد بالكبير في منصور لها بوتن يصف منطقة الزلزال بالمغرب بالوسطى وليس الجنوبية في إشارة روسيا لوحدة المملكة المغربية ولسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية صراحة أنا أشاطر عبدالصمد بالكبير تحليله أن روسيا تعترب بمغربية الصحراء لكن هناك شيئان يمنعان روسيا من أن تخرج ببيان رسمية تؤكد في اعترافها بمغربية الصحراء رغم أن كل العلاقات المغربية الروسية تعترب بمغربية الصحراء الشيء الأول هو حربها الباردة مع الولايات المتحدة الأمريكية ونشاهد أن روسيا لا تمانع في مغربية الصحراء لكنها تمانع في الصياغة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية تاني شيئا وهو الأموال الغاضقة التي تغضق بها الكابرانات على روسيا من خلال شراء متلاشية الأسلحة الروسية والتي تربح منها روسيا مليارات الدولارات سنويا أما بخصوص رأي فروسيا تعترف بمغربية الصحراء بصريح العبارة لماذا أقول هذا؟ فاتفاقية الصيدة بين روسيا والمملكة المغربية تعترف بمغربية الصحراء وتدخل الأقاليم الصحراوية وسواحلها في الاتفاقية تاني شيئا قامت بي روسيا تؤكد من خلالها اعترافها بمغربية الصحراء ورفضها لصنادلية هو عدم دعوة البوليساريو إلى المنتدى الروسي الإفريقية والذي حضرته المملكة المغربية في نسختها السابقتين الخبر القنبل لهذا اليوم المملكة المغربية تدخل إلى مدينة لغويرا وتشيد تكن عسكرية ومسجد وتقوم بتجهيز 3000 وحدة سكانية بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحية تسريبات خطيرة تحدث السياسي موريطاني معروف وهو رئيس حزب موريطاني هذا الأخير كان قبل بضعة ساعات من إلقاء لكم هذا الخبر من بينما الاستقبل المبعوث الشخصي للأمم المتحدة في قديس الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا بن واكشوت العاصمة الموريطانية يدعم حمودي ولد الصيبوطة وحسب ما قاله المسؤول الموريطاني في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية الموريطاني أنه كان قد توجه إلى النقطة 55 في حدود المغربية الموريطانية المقابلة لمعبر القرقراتة وأخبره هناك حرص الحدود الموريطانية أن المملكة المغربية تقدمت في اتجاه مدينة القويرا بواحد كيلومتر بمعنى أن المملكة المغربية قامت بتشييد في منطقة محسوبة على مدينة القويرا بمعنى آخر أن المملكة المغربية قامت بتشييد مباني داخل مدينة القويرا وإلى حدود الآن وحسب التسريب الصوتي لم يعرف ماذا شيد المغرب داخل منطقة القويرا لكن وحسب تسريبات أخرى فإن المملكة المغربية قامت بتشييد تكنة عسكرية وأن المغرب يقوم بتشييد مشجد داخل مدينة القويرا ويقوم كذلك بتجهيز منطقة سكنية وتجهيز الأراضي بالماء والكهرباء وصرف الصحي لمن يقارب حوالي 3000 وحدة سكنية سيسكن بها صحراويون مغاربة من أوروبا وصحراويون عائدون من مخيمات دوفا وبعد سكان مدينة العيون أما الأهيدة وحسب التسريب الصوتية التانيف من المؤكد بنسبة 100% أن هناك تكنة عسكرية وبعد أن تكلم هذا المسؤولة الموريطانية عن هذه المبادرة المغربية لإعمار القويرا تعالت أصوات موريطانية تقول أن المغرب ليس له الحق في إعمار مدينة القويرا ودعوا موريطانيا إلى الدخول في حرب مع المملكة المغربية لكن هؤلاء من يتكلمون بصفته موريطانيين هم فقط حاملين للجنسية الموريطانية لكنهم تابعين لتنظيم البوليساريو الموالي الجزائر هذا وتعتبر هذه الخطوة المغربية صفعة قوية للبوليساريو باعتبار أن المغرب شيد في المنطقة التي تدعي البوليساريو أنها محرر ونسف أسطوانة البوليساريو المشرخ وحتى بعض الموريطانيين الذين يدعون أن القويرا أرادنا موريطاني صراحة الموضوع شائك وأتمنى منكم تعليقات ورد فعلكم على هذا الموضوع بخصوص ما سبق وأن سمعناه من تسريبات أظن وحسب وجهة رأيي فقط ولا أظن أن وجهة رأيي أكيدة ومؤكدة لكن أظن على أن المملكة المغربية قد أنهت ملف هذه الصحراء بصفة نهائية وأنها تجهز هذه 3000 وحدة سكانية من أجل إيواء سكان مخيمات الدوف القادمين والذين سيرجعون إلى المملكة المغربية أظن أن وجهة نظري قد تكون خاطئة بنسبة كبيرة لكن وحسب تحليل الموضوع هذا ما يبدو لي في هذه الأثناء أتمنى منكم أن تعلقوا وأن تدلوا بدل بكم أولا ردا على أولئك الموريطانيين بين قوسين أقول الموريطانيين لكنهم أناس من البوليساري وكذلك أن تشيدوا بالخطوة المغربية بإقامة مدينة سكانية في مدينة القويرة المغربية العزيزة إذن ومن هذا المنبر وإن صحت التسريبات الموريطانية أوجهوا تحية الشكر وتقدير إلى المملكة المغربية لأن مدينة القويرة يجب إعماره وأن تعود للحياة من جديد إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن أتنا الإعجاب للكم لا تنسوش تشاركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله دمتم في رعاية الله إلى حلقة غدئنا شاء الله